السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمل حساب جديد على زوم ونبدأ نشوف نضب بعض الاعدادات الاعدادات الافتراضية بيش بيكون كلها حلوة فنبدأ نضبطها الويتنج روم بدي نشاف انها حاجة لازم اساسية ان يبقى فيه الويتنج روم الناس ما تدخلش مرة واحدة لازم تشوف الناس بيبقى هقر او ناس مثلا اللقاء خاص يعني لازم تفعل الخاصية ديت ديت خاصية لو انت عايز تعمل بلوكولي اليوزر لو ما يخشوا من أماكن معينة ديت خاصية حلوة بس ما بيستخدماش كتير يعني لو لازم الشخص اللي هيدخل اللي يبقى لي عنده حساب في الزوم كده ديت بتفيد ان انت تسيطر على الناس اللي هي بتدخل عندك ديت بيقولك ان الشخص يبقى الوست الفيديو بتاعه اوتوماتيك يبقى يكون مفتوح انا ما مفضلش كده الصراحة هنا بيقولك امكانية ان الناس تدخل قبل الهوست ممكن تتفعلها عايز تضيف وطر ماركة مثلا معينة على ال شيرد كونتينت او الفيديو فيد ديت خاصية حلوة قوي انه اوتوماتيك اي حد يدخل للغرفة يبقى معمول له ميوت اوتوماتيك بضل ما يدخل ويلاقي صوب بتاعه الشغل بدون ما يقصد اوتوماتيك اوتوماتيك يا ريت هل انت عايز فيه سيرفي او الخاصية ديت ممكن تفعلها اختيار كويس خلي التول بوار بتاع الميتينج كنترول من اللي يقدر يعمل سكرين شيرينج ممكن يخليها الهوست بس او كل الناس الانوتيشن احنا عايزين نسمح لي الناس كلها ولا عايزين بس الراجل اللي هو بعمل شير انا افضل only the user هو الشيرينج كان انوتيت ليه لانسعات ناس بتاعب المشاكل في القصة ديت تكون انت بتشرح لها حد عمال يرسم لك حاجات مراش لاتم سلت كنترول هل تحطي كل الايموجي ولا دول بس لو انت شلت حد بارتوسن تستور رجين يعني حد انت قلت لا انه يخرج هل بنحاق انه يخش تاني ولا لا هل بنحاقق انه يغير اسمه بعد من يدخل الميتنج ولا لا يعمل رجيني لنفسه كده انت بقى ممكن تعمل break out room تقسم remote support ده الباتجراوند هل في فلتر ولا بش عايز انت الفلتر الليميلات طبعا انا باز اعمل الليميلات الصراح بس يعني انا اعمل حساب مستقل فا ما فيش مشكلة هو ما فيش عربي كله بالانجليسي دي اهم الاختيارات تعالى نبص على الاختيار بتاختير الركوردنج او التسجيل بقوله خلي فيه اكتف سبيكر مع الشيرد سكرين بقوله الركورد جاء للريفيو اللي الناس اللي بتتكلم مع الشيرد سكرين هنا بيقول انت عايز افصلهم كل واحد الواحد هو اللي عايزهم هما تبقين مع بعض ممكن تضيف تايم استامب عشان تعرف التاريخ بتاع التزجيل جوت اوتوماتيك ريكوردنج اول ما تدخل يبدأ يسجل ريكورد اللي انت لديها الكمبيوتر لا خليها عند كلاود هل انت عايزه يلغي اوتوماتيك بعد فترة معانا من يومين 13 عشرة ايام تحدث بعد الامل المفروض ان هو يلغي فيها اشتركوا في القناة